ترجمة نانسي قنقر ان شاء الله تكونوا دائما بخير وصحة وعافية حياكم الله في مراجعة الحلقة الثالثة عشر من الموسم الأخير لانيمي اتاك ان تايتن وقبل ما نبدأ الفيديو يا جماعة ما يحتاج أذكركم بأهمية زر الإعجاب وقديش فعلا بيساعدني كثير فلو أعجبكم الفيديو لا تنسوا تسووا لايك وتأكدوا بالمرة أنكم مشتركين في القناة ومفعلين جرس التنبيهات عشان توصلكم فيديوهاتي أول بأول غير كذا أربط حزامك عزيزي الوجيه وخلينا نبدأ حلقة اليوم حلقة فيها معلومات جدا مهمة وانكشفت لنا فيها حقائق مرة مخيفة ومرعبة حلقة اليوم جلست خلينا نستعد لشيء كبير وقادم وأتمنى فعلا أنه يكون بقدر التطلعات أنا ما عرف وشي ناوي عليه إسيام بالضبط صراحة ولكن يفصلنا على نهاية الانيمي فقط ثلاث حلقات غير حلقة اليوم ويمكن معظمكم عارف أنه الانيمي ما راح ينتهي فعليا مع نهاية الثلاث حلقات القادمة احتمال يكون فيه فيلم مكمل للأحداث واحتمال يكون فيه بارت ثاني من كم حلقة الله أعلم كلنا نقوله إن شاء الله ما ننتظر كثير لأنه والله خلاص طفح الكيل طفح الكيل نبنعرف إيش نهاية القصة هذه صاحبي يحشونا بس خلاص قفل الليل قفل الليلة ما نحب اللطعات إحنا طيب بما إن زيك وليفاي جالسين مع بعض في الفندق أبو خمسة نجوم أو في الغابة هذيك جلستهم هذيك ما كانت مجرد جلسة مراقبة وحراسة فقط بل كانت أقرب إلى جلسة سرد وكشف حقائق وجرائم زيك القديمة والجريمة اللي اعترب فيها زيك في حلقة اليوم لليفاي هي إنه حول قرية كاملة إلى عمالقة في هجوم الأول على جزيرة بردايس الهجوم القديم اللي قتل فيها القائد إيروين وغيره من المصائب الثانية اللي سواها والقرية اللي حولها زيك هذيك الأيام هي قرية راقاكو أو بالتحديد قرية أهل كوني واستخدم زيك سائل الشوكي ولكن عبر تحويله أو دمجه مع غاز وبمجرد ما نشر هذيك الغاز في هذيك القرية المسكينة أصيب كل شخص استنشق هذيك الغاز بالشلل الكامل وبكذا صار أهل قرية كوني بلا حول ولا قوة وبمجرد ما صرخ زيك صرخته حولهم كلهم إلى عمالقة همج والكلام هذا شوفنا تفاصيل أكثر عنه ولو تبغى تشوف تفاصيل أكثر عنه ارجع إلى الحلقة العاشرة من الموسم الثاني ماضي وانتهى وتلاشى وانسيناه وصار جزء قديم من القصة خلاص ولكن احنا ما نتكلم عن أي كاتب يا جماعة احنا نتكلم عن أي شياما ما يترك شي بدون تفسير ولا يطرح أي أحداث كانت كبيرة أو بسيطة إلا ويرجع يفسرها لنا ويربطها لنا بالأحداث الحالية والمصيبة والطامة الكبرى إن زيك استخدم نفس حيلته القديمة في هذا الموسم ولكن هذه المرة ما استخدم الغاز هذه المرة استخدم الخمر أنا كيف راح علي الخمر ظهر أكثر من مرة الخمر كان مفروض أن أنا يعني نهتم فيه بس ولا راحت علينا وصراحة ولأصد الكلام يا جماعة هذه المرة استخدم زيك الخمر واللي يفترض أنه الفرق بينه بين الغاز هو أنه الغاز يصيب اللي استنشقه بالشلل مباشرة والخمر لا لأنه لو الخمر له نفس مفعول الغاز كان شفنا أن كل شخص شرب هذاك الخمر مشلول فيبدو أنه فيه فرق بين مفعول الغاز والخمر ولكن في النهاية كلها تحتوي على سائل زيك الشوكي أو سائل نخاع زيك الشوكي ولكم أن تتخيلوا كم شخص شرب من هذاك الخمر ليفاي والثلاثين حارس اللي معاه شربوا من هذاك الخمر والله أعلم كم فيه شخص غيرهم الآن يرقص على أنغام زيك في انتظار صرخته يا جماعة استهنى في زيك وفي دهاءه كثير استهنى بقدراته بحكم أنه ليفاي مسخر أكثر من مرة قد يكون عملاق رمة أو ضعيف بطريقة ما أمام ليفاي ولكنه في حلقة اليوم أثبت لنا أنه ما هو مجرد حامل العملاق القرد وبس زيك أثبت لنا اليوم أنه صاحب عقلية فذة وجالس يلعب دور مهم في هذه الحرب بكل ذكاء وحنكة أعزائي الوجهاء نحن أمام أحداث مقبلة رايو استر بس نحن أمام أحداث مقبلة راح تصرعنا وراح تلعب في حسبتنا لعب ولكن خلونا نتذكر دائما كلام زيك هدف الوحيد من كل هذا القتل وكل هذا الدمار وكل هذا الحوس اللي قاعد يسويها هو وإيرين هو استعادة مجد إلديا وإعادة الأمل إلى جزيرة بردايس وخلونا كمان ما ننسى أنه وللمرة الأولى ليفاي وزيك يتفقون على نقطة واحدة أخيرا دائما كانوا في هواش دائما في صراع إلا هذه النقطة اتفقوا فيها أخيرا وهي أنه الوقت جالس يضيع من بين أياديهم قد يشن العالم هجومه على جزيرة بردايس في أي لحظة قد تشن مارلي هجومها على جزيرة بردايس في أي لحظة بينما زيك وليفاي وبردايس بكبرى حاطين رجل على رجل منتظرين المجهول وهنا اتضحت لنا نقطة مهمة يا جماعة سبق وناقشناها قبل كذا ليفاي ما هو قائد ولا عنده القدرة أنه يكون قائد ولا يقدر يتخذ قرارات كبيرة هو شايف أنه اللي جالس يصير ما هو صحيح بنسبة كبيرة شايف أنه الانتظار ما راح يضيف لهم أي شيء ولكنه مضطر ينفذ تعليمات القادة ما يقدر يسوي شيء من راسه لازم يكون في أحد يوجهه سواء كانوا القادة ناس أذكياء ومحنكين مثل الراحل إروين أو قادة متخبطين وتائهين مثل هانجي المسكينة وإن كان فيه عب واحد في شخصية ليفاي فراح يكون هذا العب على عكس إيرين تماما اللي بالرغم من أنه قد يكون شخص شذير في عيون البعض إلا أنه مدرك وملم بحجم الخطر اللي مقبل على بردايس وجالس يخطط وينفذ بينما البقية جالسين ينتظرون المجهول دون أي فكرة وهذا الشيء الحاله كفيل أنه يخلينا نحترم جرأة إيرين لأنه اللي جالس يسويه رغم بشاعته إلا أنه يصب في مصلحة بردايس ومصلحة إلديا بشكل عام هذا بالنسبة لجزئية ليفاي وزيك وخمرة تحويل خلينا نسميه الآن السيام الله يعطي الصحة والعافية ما أدري صراحة ندعي له ولا ندعي عليه بعد الحوس اللي هو قاعد يعملها فينا لكن بعد ما خلى قابي تقتل ساشا وبعد ما خلى قابي توصل لبردايس وبعد ما خلىها تروح إلى بيت ساشا وبعد ما خلىها تروح إلى مطعم حبيب ساشا نيكولو اليوم يكمل إيسياما سلسلة المرعبة والساخرة ويخلي قابي تقابل نيكولو في مطعمه وفي نفس الوقت تكشف له عن نفسها وعن هويتها الحقيقية واعترفت له أنه هي اللي قتلت ساشا وفي هذه اللحظة يا جماعة تلاشت كل معاني الحرب والحقد والكراهية في عيون نيكولو ظهرت وتجلت معاني الحب وفقدان الحبيب وقرر نيكولو مباشرة أنه ينتقم لحبيبة ساشا خلي باردايس تولي خلي مارلي تولي هذه قتلت حب حياتي لازم أن تقم لها ولكن الموضوع للأسف مباشرة تنتحول إلى فوضى فالكو للمرة المليون يحمي قابي ويضحي بنفسه وينضرب على رأسه بقزازة الخمر اللي فيها سائل زيكا شوكي للأسف ايش ذنب المسكين هذا فالكو بالله ايش ذنب المسكين هذا فالكو والله يا قابي شوفوا يا جماعة والله هذا والله ما تستاهلينه والله ما تستاهلي هذا القابي قابي يبغى له واحد حيوان يدعس عليه وهي تدعس عليه يقعد يدعسه على بعض بس أما واحد يعطيها الحب والحنان وال ما تستاهل والله على كل حال إحنا الآن أمام احتمالين إما أنه فالكو بيكون بخير وصحة وعافية وما دخل جسمه سائل زيك عن طريق الخمر أو أنه فالكو راح يكون واحدة من الدمى اللي تنتظر صرخة زيك وبيتحول إلى عملاق في مرحلة ما هي أصلا كده الحياة في عيون إسياما ما أقتل إلى الناس المحبوبين وما ألعب في حسبة إلى الناس الطيبين الكريهين والخوانة والجزم أنا أخليهم عايشين أرفع ضغطك أنت يا كمتابع أخليك كده المصيبة كمان أن نيكولو كمان طلع جزء من مخطط زيك وما أخذ تعليمات واضحة ودقيقة جدا من يلينا عليها من الله ما تستحف طلبت منه أن يخلي القادة وفيلق الاستطلاع يشربون من هذا الخمر وهددته أنه لو ما نفذ كلامها راح تقتله وكلنا عارفين أن يلينا ما عندها مشكلة تقتل أي شخص يوقف في طريق خطة زيك فعلشان كده نيكولو ما كان قدامه أي خيار غير أنه ينفذ أوامرها ويستمر بتوزيع هذا الخمر إلى كل شخص يجيه من القادة أو من فيلق الاستطلاع وشكرا من صراحة الله يعطي العافية أنه ما خل جان والشل أنهم يشربون هذا المشروب ولا كان شفنا البطيط نيكولو يا جماعة فضلا عن أنه في صراع داخلي مع ضميره هل مفروض يحب أو هل مفروض يكره شعب بردايس إلا أنه الخير والإنسانية اللي داخله أكبر بكثير مهما حاول يقاومها وزاد حبه واحترامه البردايس بعد ما شاف أبو ساشا بكل هدوء واحترام يسامحه وكمان يسامح قابي ويسامح كل شخص تسبب في موت ابنته ساشا ولسان حاله يقول أنا أرسلت بنتي للحرب والحرب اللي قتلتها أي أن كان اللي قتل بنتي ساشا فهو قتلها باسم الحرب الحرب قبح الله الحرب اللي ما سوت في البشر خير وما ننسى الصدمة الكبيرة على وجه كاية لما عرفت إنه قابي هي اللي قتلت ساشا عيصة مع عيش هذا بل إنها كانت مستعدة تقتل قابي لو لا تدخل ميكاسة في اللحظة الأخيرة لحظة غضل طبيعية ولكن الخير لقي لنفسه مكان في هذيك المعمعة وضحية كل الفوضى اللي حصلت في هذا المطعم هو المسكين فالكو من بين كل الحاضرين الضحية فالكو الطيب الغلبان العقلاني فالكو شو كمان ولسه ما خلصنا اللقاء اللي جالس يمهدوا لنا إسيام طوال حلقات الماضية لقاء قابي بأهل ساشا ولقاء قابي بحبيب ساشا نيكولو ولقاء قابي بهانجي واللي معاها من فيلقى الاستطلاع في اللحظة اللي توقعنا أنه هذا اللقاء انتهى وعدى على خير وصل إيرين ومناصرينه إلى هذا المطعم برضو ويا لقاء ما بعده لقاء فلوك يثبت لنا أنه كل شي حصل من توزيع خمر ومن تهريب ومن انقلابات داخلية حصلت وهو على علم ودراية كاملة فيها ويثبت لنا أنه زيك وإيرين مشتركين في مخطط كبير جدا الله واعلم ايش هو ويثبت لنا كمان فلوك مدى ولائه لإيرين وللمقاومة الإلدية بشكل عام أي نعم يا جماعة كريه فلوك ومستفز ولكن ما نقدر نلومه الوضح حاليا في الأنيمي رهانات أنت الآن يا حبيبي أمام عدة قضايا عندك إلدية عندك بردايس عندك زيك عندك إيرين عندك عدة قضايا اختار القضية اللي بتراهن عليها والصف اللي بتوقف فيه وهو رح يحدد مصيرك وفلوك اختار أنه يراهن على أمل إلدية إيرين ييقر والآن جان وهانجي وميكاسا وآرمن وكل اللي معاهم تحت قبضة إيرين ومناصرين وأي أن كان المصير اللي ينتظرهم في الحلقة القادمة كل اللي نقوله الله يستر نرجع لجزئية ليفاي بعد ما عرف أنه إيرين هرب وبعد ما تأكد أنه يلينة وزيك وإيرين يد واحدة وعندهم مخطط كبير هنا ولأول مرة تقريبا على ما أعتقد نشوف ليفاي متخبط بهذا الشكل ما بين ندم وبين قهر وحقد وأنا العمر اللي أفنيته وأنا التضحيات اللي سويتها وبدلتها إيرين اللي حميت وساعدت وعلقت عليه كل آمالي وآمال القائد إيروين إيرين اللي مات علشانه عدد كبير من فيلقة الاستطلاع إيرين اللي كنام معتقدين أنه بيكون عون لنا يطلع خائن ومقلب آه يا خسارة إيماني فيك يا إيرين هو ليفاي تقريبا اللي قاعد يقول كذا مو أنا أسم بالله يا جماعة ليفاي قاعد يمور بصدمة لا تستهينوا في الموضوع ترى صدمة 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 كبيرة حسين فيك يا ليفاي والله حسين فيك نحن مصدومين بقدر ما أنت مصدوم الآن ليفاي بعد ما عرف أنه إيرين مخطط أنه يجي لزيك في نفسه وعرف أنه الموضوع خلاص خرج عن السيطرة ولازم يتخذ قرار رجل على رجل ويجلس تفرج في زيك قدامك ما عايي صلح ما عادي يمفع الكلام ده الموضوع ما عادي في لعب الدنيا مقلوبة ومحيوسة والعدو قادم في أي لحظة فيقرر ليفاي أنه خلاص يا جماعة نحن ننتظر إيرين طالما أنه جاي لنا علشان زيك وبمجرد ما يوصل نحاول ساعتها أننا نسيطر عليه بطريقة ما ونخلي أي أحد يأكل ويأخذ قوة العمالقة اللي داخله أوكي ليفاي انت مرة قوي وتحمل داخل قوة الأكرمان ولكن كل اللي أقدر أقوله لك في ظل هذه الفوضى قلوبنا وأرواحنا معك يا كابتن أنت تستطيع نرجع أخيرا لللقاء المنتظر ما بين ميكاسا وآرمن وإيرين ولا ما توقعت أنه بيقابلهم ولا بيعطيهم وجه الصدم نعيشة أهلي حقيقا قهرت مرة أنه الحلقة انتهت على هذا المشهد ولكن لقاء إيرين وميكاسا بيتركنا أمام عدة احتمالات إما أنه إيرين راح يتكلم مع أصدقاء عمره ويقنعهم بالإنضمام له ما عدري كيف ممكن يقنعهم ولكن هذا الخيار والد لأنه بناء على ملامح وجهه الولد وديه يتكلم بلطف ما فيه النظرة الشذيرة هذهك أو النظرة القاسية أتوقع أنه بيقول لهم يا جماعة أنتم حبايبي وأصدقاء طفولتي ولكن أنا عندي هدف أكبر بكثير من أن يعملكم كأصدقاء حاليا انضموا لي في مخططي أنا وزيكو وخلونا نستعيد مجد إلدي مع بعض أو أنه إيرين راح يجيب أم 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 العيد في هذاك المطعم لأنه آخر مرة شفنا قاطع يده ويسولف كانت مع راينر تحت الأرض وكلنا شفنا كيف نقاشه مع راينر انتهى كيف انتهى خلونا نتفاعل خلونا نتفاعل خير أنا ضد قوة الصداقة وخرابيط سبيستون هذه ولكن هذه المرة أنا شخصيا بقول يا رب أن قوة الصداقة تجيب نتيجة يا رب يا رب خلونا الآن نلخص الأحداث والتوقعات المطروحة للحلقات القادمة أولا راح نعرف مصير فالكو المسكين وهل فعلا شرب سائل زيكا الشوكي ولا لا ثانيا عندنا أهم لقاء وهو لقاء إيرين مع ميكاسا وأرمين وكيف راح ينتهي هل راح تنتصر قوة الصداقة ولا راح يخلينا إسامة ناخذ قوة الصداقة يب الله أعلم ثالثا ليفاي وردت فعله الغاضبة جدا واحتمالية أن نشوف قتال ضخم بينه وبين إيرين للمرة الأولى وصراحة ودي أشوف مشهد قتالي بين إيرين وليفاي توقع كذا بيكون حاجة مارة خرافية بس لحد يموت ترحم أمكم تضاربوا كذا وتجي ميكاسا تفك بينهم المهم أنه إيش بنشوف إيش بيسوي ليفاي في الحلقة القادمة بخصوص هذه الجزئية رابعا صرخت زيك المنتظرة وهل راح تتم في لحظة معينة أو هل راح يوظفها زيك كمجرد تهديد ووعيد يعني يا جماعة الخير تراكم شاربين من سائل الشوكي أو ما سمعت كلامي ونفذت خطتي أنا وأخويا إيرين راح أحولكم إلى عمالقة والله أعلم يمكن كذا ويمكن أصلا يطلع كل خراط إن شاء الله يطلع كل خراط يعني كذا ممكن تطلع النهرجة السائل ذاه مجرد ترعيبة كذا يطلع خراط ممكن ممكن ليش بيضحب خامسا المتسللة الجميلة بيك واللي للحين ما عرفنا سبب وجودها في باراديس ومين معاها ومين ما هو معاها وعلى إيش ناوية يا ترى هذه تقريبا أهم النقاط وأهم التساؤلات اللي تم طرحها في حلقة اليوم وكل اللي نقدر نقوله يا جماعة الله يستر الحلقة الجاية بتكون حلقة إما إنها تأخذ مسار ابن 66 إيش وتخلينا خلاص فعلا ننبهر من عقلية الكاتب المجنون هذا أو إنه تصير أشياء لها علاقة بقوة الصداقة ونطعن إيسياما كذا ونقوله أقسم بالله أنا نفسيتي نفسيتي خربت بعد الحلقة أمس ما أدري إذا هي نفسيتي خربت ولا أنا كنت مصدوم بزيادة والله جلست كده متنح قدام الشاشة إيش هذا إيش فيه فوضى 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 جماعة لا يستر بس لا يستر بس وأخيرا عزيزي الوجيه لا تنسى تسوي لايك لا تنسى تسوي لا تنسى تسوي لا تنسى تسوي لا يستر بس